ودائما مع اسبانيا دائما مع اسبانيا وهنا عصابة العسكر ركم شفتوا تراجع انتاحا مؤخرا تراجع اللي ما عندوش كان مفاجأ بكل صراحة كانوا يقولوا احنا العقوبات على اسبانيا وما انتراجعوش الى الى تراجعة اسبانيا الموقف تاحا لكن في اخر المطاف يستسلموا الامر الواقع وطلبوا تعهين سفير جديد للجزائر طبعا وافقوا عليه رأس سفير عبدالحطاه دغموم بمدريد اكثر من ذلك السلطات الجزائرية اعلنت عن استئناف الرحلات الجوية المباشرة مع عدد من المطارات الاسبانية خاصة مدريد وبرسلونا وذلك بامر من عبدالمجيد تبون وفق ما جاء في تقارير اهلامية طبعا منتاع الصحافة في الجزائر وزارة النقل الجزائرية اعلنت استئناف الخط الجوي المباشر بين الجزائر العاصمة ومدريد بمعدل رحلتين في الاسبوع مع الرفع من وطيرة الرحلات الجوية بين مقاصم الجزائر وبرسلونا الى سبع رحلات في الاسبوع عوض اربع رحلات وان هناك رحلات اخرى جوية تكون بين الجزائر ومايوركا جزيرة مايوركا الاسبانية وبين وهران وبرسلونا يعني قاعدة الجعجعة اللي قام بها العسكر بعد الاعلان عن دعم المغرب من قبل الاسبانية فيما يخص مسألة الصحراء المغربية طبعا اعطاوا الامر باش تستأنف الرحلات الجوية بين البلدين وهنا قاعدين نعودوا الى الاعلام البليد الى الاعلام الغبي وقاعدين نشارك معاكم انظروا الى واحد الفيديو تاحد الابواق تاعة العصابة انظروا كيف يتناولون موضوع العلاقات الاسبانية المغربية يعني الموقف الاسباني اللي يتجدد باش يغطع ليه شوفوا كيفاش الاسلوب بيستعملوه يعني بكل صراحة شيء مضحك للغاية انظروا المغرب يتقارب مع اسبانيا في وقت انفراج العلاقات بين الجزائر واسبانيا فهل هي محاولة للتشويش اسبانيا اكدت مجددا دعمها المقترح المغربي بحكم الذاتي في الصحراء الغربية هذا وزير الخارجي الاسباني تقول هذه الوسيلة الاهلامية الجزائر ترفض بشدة هذا المقترح وتؤيد طلبة جبهة البوليساريو البوليساريو تطالب بتلفيد استفتاء حق الشعب في تقرير مصيره الجزائر قطعت علاقاتها لنحو سنتين مع مادريد ما كاش منها ما كاش منها قطعوا العلاقات وقفوا التجارة فقط ما قطعوش العلاقات اقتصاد اسبانيا تكبد خسائر هائلة بسبب قطع العلاقات هذه كذبة ما كاش منها حزم الاقتصاد الاسباني ضخم جدا يعني الخسائر ماشيش احجا كبيرة الجزائر قعدت تعيين سافير لها في اسبانيا يعني حتى كالكلمات المستعملة من خلال هذه الوسيلة الإحلامية ما يصنبا أو مانجان ويتناقضوا مع أنفسهم باش تعرفوا شوفوا البلادة انتع هاد الإعلام انتع العسكر المغرب يشوش اسبانيا تدعم المغرب ابا منين اسبانيا رهت تدعم المغرب ميلة في الصحراء لا شك متقولوا المغرب ره يشوش على العلاقات بين على هادي اسبانيا قاسر شخص قاسر متحكم فيه المغرب باش تعرفوا بأن هاد الإعلام البليد أنا سميتها غباوة يعملها غباوة إعلامية هذا الفيديو يأكد على أن الإعلام المؤتمد في الجزائر إعلام ما يعرفش يركب حتى الجمل يعني دعم إسبانيا المغربية الصحراء ردوه تشويش مغربي العلاقات بين الجزائر وإسبانيا هذا أمر غريب والغريب أن الإعلام في الجزائر لا يمتلك الجرأة لمناقشة مثل هذه الخطوات التي هلأ نكي نشوفوه إسبانيا تكلمت على دعم أقربية الصحراء والولايات المتحدة الأمريكية دارت اليوم بلا ما يقولوش أروحون نناقشوا هاد الأمر ونشوفو إحنا وقلارة هم يتضحكوا علينا إحنا نفسنا نغيرهم من سياسنا لا هاد الإعلام يبرر لفشل هاد الإصابة على المستوى الدبلوماسي ما شفنا الأمس مجلة الجيش كيفاش كانت تتبرر لعبد المجيد تبون ليهو فاشل لا على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي هنا الإعلام انتع لإصابة الإعلام المنباطيخ الإعلام الذي لا يخدم يعني تطلعات الشعب الجزائري يحاول يبرر للفشل الدارية يعني لنالتوا هاد الإصابة جراء القرار انتع الخاطئ بتوقيف التجارة وبسحب السفير الجزائر لم تقطع علاقاتها مع إسبانيا هاد مغالطة شفناها في هاد الفيديو هذا أمر لا أساس له من الصحة الجزائر جمدت معاهدة الصداقة وقطعت التجارة بما عادة بالضرر المواطن الجزائري يعني بالدرجة بالدرجة الأولى هما راهم يشوفوا يقالك الله الخسائر الإسبانية شوفوا الشعب الجزائري وتبعيات توقيف التجارة مع إسبانيا وش ماذا تسببت للمواطن الجزائري ارتفع عليه الأسعار اللعومية المواد متعلقة بالبناء الأمور الأدوية كثير من الأمور اللي كانت سلبية وأثرت على القدرة الشرائية نتعى المواطن الجزائري في الصحة الإعلام اللي ما يقومش بالمهام انتأو خدمة للشعب الجزائري وش يدير يحاول أنه يغالط ويعني يحمل المغرب مسؤولية فشل هذا الإصابة التي لا تعي جيدا كيف تدير علاقاتها الدولية خصوصا مع جيراليا مغاديشنغادرو إسبانيا وهناء نقلا على الوكالة الأنباء المغربية الرسمية تم تفكيك شبكة شبكة موالية لداعش بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني يعني لديستي ماروكين الشرطة الإسبانية أعلنت أنها وبتعاون مع المخابرات المغربية تمكنت من تفكيك شبكة للاجتباه في تورطهما التفنفيد للمخططين إرهابيين وتمويل نشاط عناصر تنظيم داعش تم توقيف خمس أشخاص بإقليم فالنسيا اتنان بإقليم فالنسيا وحتى في أليكانتي ومنطقتين كاسيرس و جيبو تاكوا حسب ما أشارت إليه طبعا الشرطة الإسبانية في البلاغ الصادر لها الموقفين كانوا يحولون مبالغ كبيرة من المال عامل الخوالات الدولية والعملات المشفرة حيث تم ضبط زهاء 200 ألف أورو من العملات المشفرة خلال عمليات التفتيش وهنا هذا السليفروي متع رجوع العلاقات إلى جودتها أو إلى أعلى مستوياتها بين المغرب وإسبانيا تنسيق وتعاون أمني هو غائب للأسف ما بين الجزائر والمغرب اللي العلاقات بناتهم مقطوعة واللي هذا الأمر يأثر على الأمن متع البلدين وأنا كنتكلم على بلدي غياب تنسيق أمني بين المغرب والجزائر وغياب علاقات ديبلوماسية بين البلدين أدى إلى يعني يعني عدم موجود هذا التنسيق يشكل خطر على على أمن الجزائر والمغرب على العكس من ذلك بين إسبانيا هناك تنسيق أمني وهما الفروي وهما النتائج من تحل توقيف شبكات تحضر وتخطط لعمليات إرهابية عودة إلى الوطن واليوم كنت شاهدت فيديو للأستاذ أنور مالك تتكلم فيه عن اختطاف أبناء قائد الأركان السابق للجيش الوطني الشابي الراحل أحمد أحمد قايد صالح منذ تسعة أيام يعني هدولات القايد صالح القايد صالح هو اللي كان وراء تعيين عبد المجيد تبون كرئيس أو نزيل قصر المرادية هو اللي كان وراء وصول سعيد شنغريحة إلى سدة الحكم أستاذ أنور مالك تتكلم على أن زوجة الراحل أحمد قايد صالح حاولت دخول مقر رئاسة الجمهورية وتم منحها عند المدخل قصر الرئاسة أرادت لقاء عبد المجيد تبون الذي رفض استقبالها كما رفض استقبالها القائد أو قائد الأركان الحالي اللي هو الفريق سعيد شنغريحة أبناء القايد صالح تم اختطافهم يقول من قبل جهة مجهولة الأكيد هي جهة استخباراتية منذ أكثر من تسعة أيام والمعروف على أن ابناء الراخل أحمد قايد صالح ممنوعون من مغادرة التراب الوطني منذ وفاة والدهم المشبوهة والتي تتزامن يعني يوم 23 ديسمبر المقبل الدكرة الرابعة لوفاة أحمد قايد صالح الذي قيل أنه وفاة أنه كانت وفاته طبيعية لكن هناك علامة استفهام حول ظروف وملابسات وفاة قايد الأركاد أحمد قايد صالح هذا الأمر يعني أو ما يحدث حاليا أنا نعتبر هذه رسالة اللي رأهم الآن في الحكم وعائلاتهم وولادهم مثل ما رأها وقع الولاد أحمد قايد صالح يقدر يوقع هذا الأمر في المستقبل عبد المشيد تبون وولاده وشنقريح وكل ما رأهم في المسؤولية في الوقت الحالي لأنه لما تكون الدولة تسيرها بالمنطقة عصاباتي منطقة العصابات وما تكون دولة مؤسسات ودولة حق وقانون يكون مصير يعني يتم ما يعد نقدر نتكلم لانتقام لأن لأن موديل المخابرات الخارجية اللي هو اللي هو جبارم هن تب نزجه في السجن كي كان أحمد قايد صالح في الحكم وبالتالي اللي نشوفوه في داخل دوليب السلطة في الجزائر للأسف ولها دمهوش حاجة جديد هذا الأمر عنده عقود منذ منذ 1962 هناك سيس لانتقام يعني الواحد اللي كي يوصل للحكم ينتقم من هذوك اللي كانوا أدينه اللي تعرضوا له كي كانوا هما في الحكم وبالتالي إذا ما تمش بناء دولة المؤسسات وما كانش هناك قضاء قوي واستقلالية أعتقد أعتقد أن هذو اللي اللي يرون في الحكم حاليا حتى وإذا راحوا ويمش إلى دار البقاء هذي أولادهم يدفعوا الثمن وغذي يكونوا ضحايا مثلهم مثل أبناء أحمد قايد صالح اللي كانوا لما كان باباهم في الحياة يعني داروا بزاف من الأمور أنا ما لستوا مطلع على حيثيات ما قاموا به لكن راكموا ثروات طائلة طبعا من خلال الصفقات مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والشيء هذا نفسه راهم يقوموا به حاليا ويراهم في الحكم في الوجه سواء المدنية أو العسكرية وبالتالي وبالتالي مناص من بلاد بنداء دولة الحق والآن قانون حتى يكون الحقوق تقل جميع محفوظة وما ينقعوش هذه الممارسات البوليسية أو الاستخباراتية بيوناس يعني بغا بولد بوه كان مسؤول أو لمشي مسؤول لكن أمور مثل هذه رفوضة وخست مارس أمور قانونية عندهم مشكل عندهم متورطين في قضايا فساد عندهم متورطين في 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 اختلاسات أو صفقات مشبوهة بين قضاء وكين عدلة لكن أن يتم خطفهم هذا أمر يعني بكل صراحة مأسوف عنها في جزائر بعد يعني سواديزان ستين عام من استقلال ما زال تمارس أمور داخل الدولة بمنطق عصاباتي ومنطق قطع الطرق للأسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر